في البداية بس أحب أشكر الإخوان في أرقام على هذا المجهود وعلى تنظيم هذه الدورة أو هذه الندوة وأشكر الإخوان في معهد خبراء المال كذلك على جهودهم المباركة في التنسيق والترتيب لهذه الندوة أسر الله أن يطرح فيها البركة وأن تكون حسن ظنكم اليوم الكلام راح يكون عن الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم السعودي في ظل جائحة كورونا وكيف النظرة على هذا القطاعين الاقتصاد بشكل عام وعلى سوق الأسهم طبعاً زي ما احنا عارفين من يوم بدأت الانتشار كوفيد-19 في العالم وكيف أنه أصبح بشكل غير متوقع اليوم تضرر الاقتصاد بأحداث يمكن ما كانت سابقة ولا كان يتوقع لها أحد أنها تكون بهذا الشكل احنا كنا وين في ديسمبر وإش صار الوضع عليه في شهر مثلاً ثلاثة أو أربعة من هذه السنة احنا بالعادة لما نتكلم عن الأزمات دائماً تبادر إلى الذهن الأزمات المالية أو الأزمات الاقتصادية فلها طريقة في التعامل لها طريقة في التحليل لها طريقة في المعالجة لكن لما تجينا زي هذه الأزمة يكون التفكير دائماً خارج الصندوق لا بد أن يكون حنا أكثر انفتاحاً على شلون الأزمات تضرب والاقتصاد وكيف الاقتصاد إلى هذا الحد هش في حيء يعني من ناحية أنه ممكن يتأثر بهذا الشكل أنا ما أدري الصوت هل هو مسموع واضح ولا لا لأنه كانت شب تعليقات كانت تكلمون عن الصوت طيب أوكي تمام فخلنا اليوم احنا نتكلم على موضوع الأزمة والاقتصاد السعودي اللي حاصل اليوم لما نرى وش اللي صار في الاقتصاد السعودي خلال هذه السنة بداية في الأزمة وما تلاه من أحداث كلها تؤدي اليوم إلى النتيجة واحدة أنه عدم الوضوح اليوم هو العنوان الرئيسي على الأوضاع نعم الآن نوعاً ما فيه تحسن في الإجراءات بداينا نشوف فتح في بعض الأنشطة لكن ما زال اليوم وانا يعني المفترض أن الإنسان لا يكون متشائم ولا يكون متفائل بسيادة المساعدة يأخذ الأمور منطق وعقلانية اليوم عدم الوضوح وأرجع على كلمة عدم الوضوح ليش عدم الوضوح؟ الأول شيء احنا اليوم كنا في مسألة كوفيد-19 إلى الآن لا يوجد له علاج ولا لقاح وما زال الحديث والتخويف عن موجة ثانية من هذا المرض موجودة ويتداول هذا الكلام بكثرة هذا من ناحية أخرى أنا ما تعديت أزمة كوفيد-19 إلى الآن من ناحية أخرى الاقتصاد السعودي بحد ذاته اليوم يمر في تغيرات فحنا زي ما شفنا في مسألة القرارات التي صدرت من وزارة المالية وعن طريق وزيرة المالية حول فرض أو زيادة ضريبة القيمة المضافة وشفنا مسألة اليوم حاولت تخفيض النفقات في بعض المجالات فبالتالي اليوم عندنا مشاريع مهمة سوف تتأخر في تنفيذه والاقتصاد يمر بحالة من الشلال في موضوع كوفيد-19 فبالتالي اليوم نحن في الاقتصاد السعودي على عكس الاقتصاديات الثانية التي نشوفها مثلا في أمريكا مثلا في أوروبا اللي اليوم عندهم حزم تحفيزية ودعم يعني اللي يطلق في أمريكا ما قد أطلق في تاريخهم بهذا الشكل يعني نتكلم على ثلاثة رليون أربعة رليون وصلت إلى أكثر من كده من هذه الأرقام كتحفيز للاقتصاد لكن عندنا في السعودية لما نجي ننظر إلى الأمور عندنا الوضع مختلف اليوم السياسة المالية تتجه نحو إجراءات تهم ضبط الميزانية وزيادة الإيرادات والمحافظة على الاقتصاد السعودي وعلى وضع الريال السعودي فبالتالي كلها توافقت إجراءاتها كانت في وضع أزمة وهذا يمكن يخلي البعض يقول ليش اليوم نحن نتخذ هذه الإجراءات مع وجود إجراءات وتضرر الاقتصاد من كورونا فبالتالي المفترض أنه كان في إجراءات تحفيزية أو أنه يؤخر موضوع مثلا أي قرارات أنه تؤجل مثلا إلى عام 21 أو عام 22 حتى لكن فعليا إذا كان الاقتصاد قاعد يتضرر اليوم فبالتالي قد يكون من الجيد أنه يتم تمرير هذه القرارات الآن ليكون الاقتصاد يتعافى بما فيها من إجراءات وأضرار كورونا وكذلك إجراءات اللي حدثت من وزارة المالية فبالتالي عندما يكون هناك نهوض يكون النهوض مرة واحدة يعني بمعنى آخر لا يصير اليوم أنا أنهض في الاقتصاد مثلا وبعدين بعد 6 شهور أو 8 شهور ترجع وتطبق عليه إجراءات ثانية ممكن ترجع مرة ثانية فقد يكون هذا جيد من ناحية وهو خضع للنقاش في مجمل الأمر أنه قد يكون سليم وغير سليم لكن هذا إجراءة تم اتخاذ في نهاية الأمر فبالتالي اليوم أنا عندي إجراءات كثيرة قاعدت خطيرة علي أنا كبزنس اليوم كاقتصاد كواحد ممارس كشركات في السوق السعودي في هذه القرارات في هذه البيئة من العدم والوضوح شي طبيعي أنه يكون الاقتصاد بشكل عام غير واضح طيب كيف نشوف حنا هذه الامعكاسات الآن بينا عدم الوضوح في الاقتصاد لما نرجع الآن نشوف الإجراءات اللي صارت حول العالم ومثلا في أمريكا أنتم تم ضخ تريليونات الدولارات في الاقتصاد كثير من الناس كان يتكلم أنه هذه الاموال اللي تم ضخها رح تسبب عملية ضخمية في أسعار الوصول في أسعار المستهلكين فبالتالي رح يكون عندنا أثر سلبي لهذه الاموال لكن التاريخ يقول التاريخ يقول أنه في عملية تم إجراءها سابقا وليست جديدة اللي كانت في عام 2008 عام 2009 لما الحكومة الأمريكية والفيدرالي بالأصح قام بالتدخل وضخ مليارات آسف تريليونات في الاقتصاد في عملية سمت يصير الكميش في ذلك الوقت نفس الكلام كان ينقال أنه رح يصير عندنا عملية تضخم لكن إيش اللي حصل اللي حصل ما كان فيه تضخم التضخم ظل تحت السيطرة وظل الاقتصاد ينتعش لكن برضو فيه سؤال وين راحت الاموال هذه طيب وين أثر التضخم فيها المفترض أنها تكون موجودة في مكان ما الحقيقة أنا فيه تصوري أنه اللي صار أنه عمل تضخم لكن تضخم فيه جزئية وحدة وهي أسواق المال ولو لاحظنا أنه من عام 2008 بعد الأزمة أسواق المال الأمريكية شلصا أسواق الأسهم أخذت راري أو أخذت يعني مرحلة صعود لأكبر مرحلة صعود في تاريخ يمكن أمريكا الأسواق الأمريكية وإلى هذا اليوم هي في مرحلة صعود حتى الآن بعد إجراءات اللي حصلت من كوفيد-19 والنزول الآن الارتدادات قوية بشكل يعني غير متوقع لكثير من الاستثمرين فبالتالي يبدو والله أعلم أنه أكثر هذه الأموال والتريليونات اللي ذهبت ذهبت إلى أسواق المال وبالتالي حنا شفنا تضخم في هذه الأسعار طيب إذا كان في أسواق المال الأمريكية كان حصل فيها تضخم وش اللي حاصل عندنا حنا في السوق السعودي وهذه يعني هي الجزئية حنا اليوم حنا نتكلم على اقتصاد وعلى أسواق الأسهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية طبعا سوق الأسهم السعودي اليوم زي ما ذكرنا حنا عندنا أكثر من حالة أو أكثر من مؤثر قاعد يأثر علينا في السوق الجائحة وضريبة القيمة المضافة وأجراءات التغيير في المالية العامة كلها أثار سلبية بلا شك طيب هل عندنا حنا تجربة تاريخية حول كيف كان أداء السوق السعودي بعد أثار سلبية زي هذه يمكن حنا عندنا أقرب شي لما طبقنا أول مرة ضريبة القيمة المضافة عام 2018 وهي يمكن أكثر ارتباطا في موضوع ضريبة القيمة المضافة زيادة هاليوم إيش اللي حصل بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018 هل السوق السعودي تأثر كأتكلم على تاسي هل هو تأثر هل هو نزل العكس ارتفع وحقق قمم كانت فوق 8500 لكن حتى لا نغفل جوانب أخرى طبعا كان في جوانب مساعدة في ذلك الوقت وهي انضمام السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة فبالتالي هذا الموضوع لا يمكن حنا نفصلهم عن بعض ولا يمكن أن نقول واحد هو المؤثر أكثر عن الثاني بلا شك أن مؤشر الأسواق الناشئة كان مؤثر لكن برضو ضريبة القيمة المضافة ما كانت عائق ما كانت عائق للسوق أنه يطلع في تطبيقها في ذلك الوقت هل معنى كلامي اليوم هذا أن السوق السعودي سوف يستفيد من ضريبة القيمة المضافة أو أنه راح يتكرر نفس السيناريو ونشوف ضريبة القيمة المضافة راح تكون تأثر نفس التأثير الأول ما بالضرورة أنا من معنى كلامي أنا ممكن أثير تساؤل أكثر من نعطيك إجابة اليوم لكن الجميل أنه الواحد دائما حاول يفكر يحاول أنه يشوفه أشياء العوامل اللي قاعد يتأثر اليوم على السوق فالسوق السعودي أنا بالنسبة لي أرى أنه حركته اليوم في ظل الأوضاع الحالية بلا شك اليوم إذا جينا الناظر المكررات الناظر المكررات متضخمة القيم اليوم على السوق متضخمة كرقم وكبالرجوع إلى المستوى التاريخي نحن في أرقام متضخمة أعتقد أنه حسب معلومات أرقام على اساس أن تكون بمنهم مصدفين اليوم أنها بحدود 25 مرة مكررة بحية السوق 25 مرة يعتبر عالية جدا طيب إيش المبرر لهذا الحركة اليوم أنا كمستثمر مع ظل الأوضاع اللي موجودة الآن وعدم الوضوح وعندي كاش وين أحط الكاش اليوم أو وين أضع استثماراتي وين أروح إذا كنا اليوم الاقتصاد قاعد يعمل في بيئة فائدة منخفرة اليوم الانترست على الفائدة الأمريكية يعني من الفيدرالي على الصفر طبعا هذا غير اللايبر لكنها منخفضة واللايبر أقل من واحد الآن السايبر عندنا نفس الحكاية منخفض فبالتالي اليوم لما يكون عندي فائدة منخفضة ما تشجع على أن الناس تحافظ أن تحطها ودايا فراح تبحث عن لأنها ما تشغل معها فبالتالي هو يبحث عن أي استثمار يعطيه أو يغطي على مثلاً عوامل التضخم مع أن التضخم أكيد سيكون سلبي السنة هذه إلا مع ضريبة القيمة المضافة اللي راح يصنع تضخم اصطناعي معنا لكن عموماً متوقع أنه يكون في تراجع بالأسعار بشكل عام خارج تأثير ضريبة القيمة المضافة لكن عموماً الدالة المستثمر يبحث عن تنمية وصوله فبالتالي اليوم الفائدة أو اللجوء إلى الوضاع غير وارد سواق السنادات كذلك نفس الشيء انخفضت العواعد عليها دخولك في مشاريع تجارية يعني في ظل هذه الظروف يمكن يكون غير محبذ ولاحظنا كثير من الشركات اليوم وقفت عمليات التوسع لديها وهذا شيء طبيعي طبعاً بسبب ظل الظروف هذه ما هو عارف متى يقدر يشتغل ومتى يقدر يبدأ وخصوصاً الأنشطة التي تتعلق بالتجزئة فبالتالي اليوم عوامل الاستثمار قلت العقار نفس الحكاية فبالتالي إلى أين أذهب أو وين أروح اليوم أحط فلوسي ما فيه اليوم أداة مناسبة للاستثمار في ظل عدم وضوح يمكن إلى أسواق قلاسهم وهذا يفسر صعود أسواق قلاسهم في أغلب دول العالم زيادة على كل الكلام الذي ذكرتكم في موضوع التيسير الكمي وضخ الأموال وذهابه إلى أسواق قلاسهم أضف إليها هذه الأمور أن اليوم هي أفضل قناة أني أضع فيها الفلوس فبالتالي اليوم أصبحت قناة مفضلة ولو لاحظنا أنه اليوم حتى أصبح الحديث عن الأسواق الأسهم الأمريكية حديث كل الناس يعني مقطعنا في السعودية زداد الاهتمام في هذا الموضوع في كل دول العالم فبالتالي شيء طبيعي أنه يكون فيه مزيد من الأموال تجذب كالمغناطيس تبدأ تجذب أموال أخرى فبالتالي نشوف عمليات تضخم في أسعار الأسهم السوق السعودي نفس الحكاية اليوم كثير من الناس اللي ما كان عندهم اهتمام في السوق السعودي أصبح يبحث عن فرص في السوق السعودي وخصوصا إذا شاف قدامه أنه في الشاشة قاعدة الأسعار ترتفع فبالتالي اليوم هذا الشيء أنا بالنسبة لي يفسر أنه كيف عندنا عملية متضادة اليوم أني عندي أنا تقييمات مرتفعة وأنا أقول أنها مرتفعة مع ذلك في نفس الوقت أشوف الأسهم قاعدة ترتفع فبنهاية الأمر في قوتين يعملان في السوق وعاملين عامل التضخم وارتفاع قيم المؤشرات حق السوق عن المعدلات الجاذبة لكن في نفس الوقت السوق جاذب بسبب أنه اليوم القناة الأفضل في ظل هذه الظروف معنى هذا الكلام أنه لو تحسنت الظروف اليوم أو تحسنت البيئة وانفتح الاقتصاد وعادة الأوضاع إلى طبيعتها هل ممكن يكون هذا تأثير عكسي على السوق ممكن لكن مباكيد لكن لابد أن المستثمر يضع هذه الأمور في باله أنه اليوم أنك أنت اليوم أن شوفتك للسوق أنه قاعد يرتفع بهذا الشكل لا تخليك مطمئن بشكل كامل أنه الوضع رح يستمر معاك لابد أن يكون عندك دائماً أبديت ومعلومات حول تدفق الأموال لو تلاحظون اليوم أنه حتى السيولة مرتفعة في السوق على المعدلات الطبيعية يعني أعتقد إذا ما أخذ ظنني اليوم حنا فوق الخمسة مليار وقبلها نفس الحكاية مع السيثنا طبعاً صفقات سابق لكن السوق قاعد يرتفع ارتفاع القيم وارتفاع التداولات كحجم بالتالي اليوم هذا الدليل أنه فيها أموال قاعدة تدخل السوق ولا أعتقد أنها ستوقف الآن ستستمر معنا مدام عندنا الوضع غير واضح إلى الآن ودام أنه اليوم المستثمر ما يرقى مكان غير السوق السعودي أنه يستثمر فيه بعض الهاتف อرجوان